السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نورد ريس إن شاء الله اليوم رح نحكي عن درس الإقترانات الأسية لطلاب الأول كانوا يعلمي بداية المفروض نعرف شو الصورة العامة للإقتران الأسي الصورة العامة إلو هي عبارة عن قاف السين بساوي ألف ضرب با قولا من السين حيث أن ألف وبا أعداد حقيقية في عندي شروط على ألف وبا ألف مش لازم تكون قيمتها سفر السبب لو كانت ألف قيمتها سفر سفر ضرب أي مقدار سفر فبصير عندي الإقتران قاف السين بساوي سفر فقيمة ألف تكون سفر بالنسبة إلنا مرفوضة با لازم تكون أكبر من سفر بمعنى إنه تكون عدد موجب وبا بنفس الوقت لا تساوي واحد السبب لو كانت قيمة با واحد واحد مرفوع لقوة شو ما كانت إذا القيمته واحد ضرب ألف بطلع عنا الجواب ألف فبتصير عندنا قاف السين بتساوي ألف هي عبارة عن إقتران ثابت وليس إقتران السين لام السين هي عبارة عن إقتران حقيقي هذا الاتقاران الحقيقي يكون بدلالة سين لو أجينا واضحنا على المثال الأول سيقولنا أي من الاتقارانات يتقدم إقتران أسية في المثال الأول معطينا قافيسين يساوي 4-3-20 لو اجينا هنا 4-3-20 على صورة الاقتران الأسية فهذا بالأكيد اقتران أسية في الطوارئ الثنين هذه السين يساوي سين تكعيب نقص 50 بالنسبة لأننا كنا نعرف أن هذا الاتقاران يعتبر عن اقتران كثير حدود بغض النظر انه اقتران مرفوع له قوة فهذا الاقتران كثير الحدود ليس اقتران اسي لمسين بتساوي واحد ضرب ثلاث قوة سين هاي بالنسبة انه الف هاي بالنسبة انه با وحقق لي شروط الاقتران الاسي وكان على الصورة العامة فبقدر احكي عنه اقتران اسي ميمسين بتساوي اثنين قوة سين بالنسبة انه الف مش موجودة هي بتمثلي واحد واحد ضرب اثنين قوة سين زائد سبعة بغض النظر زائد او ناقص اي عدد ما بغير من كونه اقترانا اسيا فبالنسبة انه اثنين قوة سين زائد سبعة يعتبر اقتران اسي في المثال رقم خمسة كاف السين بتساوي واحد ضرب اثنين قوة واحد ناقص سين زائد واحد ايضا يعتبر اقتران اسي رقم ستة عن السين بتساوي اثنين ضرب خمسة قوة سين زائد واحد هاي القص عبارة عن اقتران اغلبية الاقترانات اللي رح تكون عنا هي عبارة عن اقترانات خطية اللي رح نتعامل محف درسنا فكان عندي عين السين بساوي اثنين ضرب خمسة قوة سين زائد واحد ناقص ستة فهذا بالنسبة انه اقتران اسي دالي السين بتساوي اثنين على سبعة قوة سين زائد واحد الشرط كان على باء انها اكبر من سفر ولا تساوي واحد هون عنا باء عبارة عن كسر بما انه كسر موجب ايضا يعتبر الاقتران اقتران اسي زين السين رقم ثمانية بساوي سالب برة ثلاث قوة سين هاي السالب معناها عندي سالب واحد ضرب ثلاث قوة سين الف الشرط عليها ما تكون سفر فلو كان عدد سالب مش مشكلة بظل عنا الاقتران نوعه اقتران اسي نجعل الفرع الاخير اللي هو رقم تسعة واو السين بساوي سبعة زائد الجذر التكعيبي لسين انا الجذر التكعيبي لسين بقدر اعمله على صورة اس فبصير عندي سبعة زائد سين قوة الداخل على الخارج واحد على ثلاث لكن عندنا هون الاساس مش عدد ثابت الاساس عبارة عن سين فهذا الاقتران ليس اقتران ليس اقتران اسي نجد نشوف الشغلات المطلوبة مننا نعرفها عن الاقتران الاسي اول اشي مطلوب مننا نعرف رسمة الاقتران الاسي يعني طالب مننا بالمثال اللي هون ارسم منحنى كل من الاقترانات الاتلة بالنسبة ان احنا بنعرف افرسم اي اقتران بلزمني جدول هذا الجدول بوجد من خلاله القيم وبشوف احداثها السيني واحداثها الصادي اللي هو عبارة عن قاف السين في الاقتران الاسي عشان اقدر اطلع رسمته باخذ لي ثلاث قيم موجبة الثلاث الاثنين والواحد وبناخذ السفر وباخذ لي بنفس الوقت ثلاث قيم سالبة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث هسا منيجي منعوض نيجي منحكي ثلاث قوة سين انا هون التعويض مكان سين فبصير عندي ثلاث قوة ثلاث هي عبارة عن سبعة وعشرين نعوض الاثنين ثلاث قوة اثنين هي عبارة عن التسعة ثلاث قوة واحد هي عبارة عن الثلاث هسنا نعوض السفر ثلاث قوة سفر احنا منعرف اي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد ثلاث قوة سالب واحد هون باجي بحكي الثلاث قوة سالب واحد انا عشان الاس يصير عندي موجب منازلها على المقام من خصائص الاسس اللي تعلمناها بصفوف سابقة فبصير عندي واحد على ثلاث قوة واحد وهي وتساوي واحد على ثلاث هي واحد على ثلاث ثلاث قوة سالب اثنين أنا عشان أحول الأس من سالب لموجب بننزلها على المقام هي صارت واحد على ثلاث تربيع هي عبارة عن واحد على تسعة أي واحد على تسعة ثلاث قوة سالب ثلاث الأس السالب بنزلوا للمقام بيصير بالنسبة لموجب صارت واحد على ثلاث قوة ثلاث وتساوي واحد على سبعة وعشرين هي واحد على سبعة وعشرين انتهينا من الجدول أخذهم نقاط ونعودهم على المستوى البياني أجيب أحكي أول نقطة ثلاث سبع عشرين هذه بالنسبة إلى الثلاث على السينات على الصادات قيمتها سبع عشرين فبالنسبة إلى هذه النقطة الأولى عند النقطة الثانية اثنين تسعة هذه اثنين على السينات تسعة على الصادات وهذه بالنسبة إلى النقطة الثانية النقطة الثالثة واحد ثلاث هذه واحد سينات ثلاث على الصادات النقطة الرابعة 0 و 1 هذه بالنسبة لي هون الثلاث هي الواحد على الصادر وهي السفر بعدين السالب 1 ثلث نحن نعرف ان الثلث اقل من الواحد فهي بالنسبة لنا رح يكون الثلث وهي عندي هون السالب 1 التسع ايضا اقل من الثلث نحن نعرف كل ما زاد المقام والبسط بقية قيمته كما هو بصير عنا الكسر اصغر هاي سالب 2 وهي بالنسبة لي الواحد على 9 السالب 3 والواحد على 27 ايضا الواحد على 27 اقل من التسع هاي الواحد على 27 هاي السالب 3 ومنوصل بين هاي النقاط اللي احنا رسمناها او حددناها على المستوى البياني فبتنتج عنا رسمة الاختران الأسي اللي هو عبارة عن قواف السين بتساوي ثلاثة قوة سين هذا الاختران بهمنا نعرف كم من شغل عنه بالنسبة لي بدي اجسأل حالي سؤال هل الاختران متزايد ام متناقص باجي بحكي رسمتي من الشمال لليمين انا فعليا الاختران الرسم ظلت عندي طالع على الاعلى طلوع طالعين فيها طلوع فبالنسبة انه بكون الاختران متزايد مش متناقص اذا اول اشي بقدر احكي عنه الاقتران متزايد نجي نحكي شغلة اكثير مهمة اشي اسمه المجال والمدى لهذا الاقتران بالنسبة انها المجال والمدى اول اشي مجال هذا الاقتران المجال زي ما احنا عارفين هم بمثلي قيم سين اللي انا بقدر اعوضها في هذا الاختران قيم سين اللي بقدر اعودها اي قيمة شو ما كان بيمكن اعود القيم الموجبة القيم السالبة بيمكن اعود الصفر بيمكن اعود الكسر اي عدد بقدر اعوده فبالنسبة ان مجال الاختران الاسي دائما رح يكون عبارة عن مجموعة الاعداد الحقيقية اللي احنا رمزنا لها بالرمز ح بظل علينا نعرف المدى احنا بنعرف المدى هو قيم صاد اللي هي نفسها قاف السين من الرسم اللي طلعت معنا هون لو شفنا انه المدى كل قيم صاد كانت من السفر للمالة نهاية حتى السفر مش داخلة ليش بالنسبة انها مش داخلة لانه ما في قيمة لسين بقدر اعودها بطلع ناتج التعويض عندي سفر يعني ما في عدد احو اعوده مكان سين يطلع ناتج تعويض سفر فبالنسبة ان المدى رح يكون بهاي الحالة دائما من السفر للمالة نهاية ومن عندي السفر مفتوحة لانه احنا بالنسبة انه ما في قيمة لسين بعودها وبعطيني سفر وزي ما احنا شايفين رسمة منحنة الاقتران فوق محور السينات فالمدى سيكون بالنسبة لي من سفر للمالة نهاية نيجي على المثال الثاني قاف السين بساوي سالب مضروب في ثلاث قوة سين ايضا اقتران السين عشان نعرف رسمته بهمني احدد نقاط بتمثلي السينات وقاف السين فبعمل جدول هاي سين وهي قاف السين السؤال اللي ها قال ترى انا لازم اخذ زي المثال الاول ثلاث قيم موجبة وثلاث قيم سالبة برضو بقدر اخذ قيمتين موجبات وقيمتين سالبات والسفر محصور بيناتهم فهي بالنسبة للسفر ناخذ قيمتين موجبات الواحد والاثنين وبقدر اخذ قيمتين سالبات هاي السالب واحد وسالب اثنين انا كل ما زاد عدد القيم اللي باخذها بالنسبة لي لسين بتزيد دقة الرسمة عندي فقط لا غير حس اننا نيجي نعوض اننا نعوض مكان سين اثنين فبصير عندي هاي السالب ثلاث سين مكانها بدي عوض اثنين صارت عندي وتساوي سالب الثلاث تربيع تسعة فطلع بالنسبة ان الجواب سالب تسعة هسا ننعود مكان سين واحد هاي عندي السالب برة ثلاث قوة واحد الاولوية للأس ثلاث قوة واحد ثلاث وعندي سالب هاي سالب ثلاث ننعود السفر سالب ثلاث قوة سفر احنا منعرف اي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد وتساوي سالب واحد ننعود هسا السالب واحد مكان سين عندي سالب 3 قوة سالب 1 احنا بنعرف الأس السالب عشان أحوله لأس نوجب ننزله للمقام فبيصير عندي هاي 3 قوة 1 شو بيظل عندي في البسط الإشارة السالبي اللي هي بتمثلي سالب 1 فبالنسبة لنا الجواب بطلع سالب 1 على 3 هاي سالب 1 على 3 ننعود مكان سين السالب 2 بتصير عنا سالب 3 قوة سالب 2 بالنسبة لنا 3 قوة سالب 2 عشان احول القص من قص سالب لقص موجب من نزده للمقام هي ثلاث قوة اثنين بيظل عندي في البسط الاشارة السالبة هي سالب وتسوي سالب واحد على ثلاث تربيع اللي هي عبارة عن تسعة فصار عندي سالب واحد على تسعة انتهينا من النقاط منيجي نعوضها على المستوى البياني فبالنسبة لنا اول نقطة عبارة عن اثنين سالب تسعة هاي الاثنين على الصينات هي سالب تسعة على الصادات وهيك انا حددت النقطة الاولى النقطة الثانية واحد سالب ثلاث هاي بالنسبة الي الواحد وهي بالنسبة الينا السالب ثلاث هاي النقطة الثانية بعدين السفر وسالب واحد هاي السالب واحد وهي السفر السالب واحد سينات السفر سينات وسالب واحد على الصادات وحددنا النقطة هسا على السينات السالب واحد وسالب ثلث هاي السالب واحد وهي بالنسبة لي السالب ثلث سالب 2 وسالب 9 وهي السالب 2 وهي السالب 9 ومنوصل بين النقاط اللي احنا اوجدناها تطلع عنا رسمة منحن الاقتران قا في السين بساوي سالب 3 قوة سين طبعا السالب براء سالب مضروب في 3 قوة سين تلعت عنا رسمة الاقتران هون بدي اسأل حالي الاسئلة اللي سألناها في المثال السابق هل الاقتران متزايد ام متناقص قلنا ببلش من الشمال لليمين هاي من الشمال انا الاغتران نزل عندي نزول فبالنسبة الي الاغتران بدي يكون بالنسبة الي في هاي الحالة الاغتران متناقص قلنا اذا كان طالع طلوع بكون عندي الاغتران متزايد عندنا هون رسمتي بلشت من الشمال لليمين بالنسبة الي الرسمة نازلة نزول معناته الاغتران متناقص بدي احدد المجال المجال زي ما حكينا في المثال الاول انا هون بقدر المجال بمثل قيم سين وانا بقدر اعوض اي قيمة مكان سين فبالنسبة ان المجال رح يكون مجموعة الاعداد الحقية فانا المجال برمزه بالرمز حال ظل علينا نعرف المدى لهذا الاقترام المدى باجي بس احالي الرسمة فوق محور السينات ولا تحت محور السينات عندي الرسمة تحت محور السينات معناته ده تكون كل القيم صاد عندي سالبة فرح يكون عندي المدى من سالب ما لا نهاية الى انا بالنسبة اللي الرسمة ما رح تصل السفر فرح تكون من سالب ما لا نهاية لسفر السبب انها ما وصلت السفر مش من ضمن الحل ما في قيمة اعوضها مكان سين يطلع ناتج تعويضها سفر ففي هاي الحالة انا اوجدت المدى لهذا الاقترام لو لاحظنا من المثالين اللي احنا اخذناهم اذا كان عندي الاقتران معامل موجب ثلاث قوي سين لوحدها كان عندي المجال مجموعة العداد الحقية وهو مجال الاقتران الاسي شو ما كانت حالته وشو ما كانت الصورة المكتوب فيها المدى كان عندي من سفر لما لا نهاية السبب انه انا رسمتي كانت فوق محور السينات لو اطلعنا في المثال الثاني اللي اختلف عندي قيم المدى كان الاقتران مضروب بسالب واحد صارت عندي الرسمة تحت محور السينات فصار عندي المدى من سالب ما لا نهاية الى الصفر نيجي على المثال رقم ثلاث بقول لي قا في السين بتساوي نص قوة سين هذا الاقتران بدي ارسمه زي ما حكينا الرسم بحتاج اني اخذ نقاط لسين واعوضها واشوف ناتج تعوضها اللي بيتمثلي الصاب زي ما حكينا انا بمكاني اخذ قيمتين موجبات لو اخذنا الواحد والاثنين والسفر بالاضافة لقيمتين سالبات السالب واحد وسالب اثنين ونيجي نعوضهم بجيب احكي نص تربيع هو عبارة عن واحد على اربع نص قوة واحد مكان سين واحد نص قوة واحد هي عبارة عن نص نص قوة سفر بدعوض مكان سين بطلع عندي الجواب واحد اي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد هسه نص قوة سالب واحد بجيب احكي نص مكان سين بدعوض السالب واحد اقولنا عشان اتخلص من القس السالب بدي اقلب الكسر فبصير عندي اثنين على واحد قوة واحد قلبنا الكسر حولت القس بهاي الحالة من السالب للموجب فصار عندي اثنين على واحد اثنين قوة واحد وتساوي اثنين وهي عنا السالب واحد صورتها اثنين ننعوض السالب اثنين بصير عندي نص قوة سالب اثنين قلنا القس بدي احاوله من سالب لموجب اللي علينا نقلب الكسر صارت عندي اثنين على واحد قوة موجب اثنين فباجي بحكي اثنين على واحد اثنين تربيع وتساوي اربعة ظل علينا نعمل الرسمة هاي عندي القيم هاي 1 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 هاي بالنسبة إلي 1 2 3 4 نعوض النقطة الأولى 2 وربع بالنسبة إلينا هاي اللي 2 وهاي الربع نيجي عن النقطة البعديها 1 ونص هاي 1 ونحن نعرف أنه النص أكبر من الربع هاي 1 وهاي النص هاي عندي هاي النقطة نص هون عنا الربع عنانا السفر والواحد سفر سينات واحد صادات هاي النقطة بتمثل لهم سالب 1 و2 هاي السالب 1 على السينات 2 على الصادة سالب 2 و4 سالب 2 سينات 4 صادات وبوصل بين النقاط اللي طلعت معنا ونجي بنسأل حالنا الأسئلة اللي أخذناها في الأمثلة القبل هل الاقتران متزايد ولا متناقص من الشمال لليمين هاي اللي رسمتي من الشمال أصبعي ظل نازل مع الاقتران الاقتران نازل عندي نزول فبالنسبة ان الاغتران بهاي الحالة بيكون متناقص هاي الاغتران متناقص من الشمال لليمين كانت الرسمة عندي اصبعي نازل نزول مع منحنة الاغتران فبحكي عنه الاغتران متناقص نعرف المجال والمدى المجال زي ما حكينا الاغتران الأسي مجاله دائما حاء لانه انا اي قيمة بقدر اعوضها مكان المتغير سين والمجال بيمثل قيم سين وانا بهاي الحالة بقدر اعوض اي قيمة مكان سين فبالنسبة ان المجال هو عبارة عن حامة جموعة الاعداد الحقيقية ظل علينا نعرف المدى لهذا الاغتران زي ما حكينا بما انه بنلقى المثلة الصادقة بما انه المعامل عندي موجب مش مضروب في عدد سالب المدى بالنسبة اللي من سفر للمالة نهاية وهذا الحكي لو بننشوفه من الرسم رسمتي فوق محور السيناف معناته ان المدى بالنسبة اللي من سفر للمالة نهاية المدى اللي بيمثلي قيم قاف السين او بيمثلي قيم صاد نفس الاشي فبالنسبة ان المدى كل قيم بتطلع موجبة فبيكون عند المدى من سفر للمالة نهاية ونحن رح نصير نستخدم القاعدة اذا كان عند الاغتران مضروب في عدد موجب المدى بالنسبة اللي ثابت من سفر للمالة نهاية مضروب بعدد سالب زي ما اخذنا رح يكون من سالب مالة نهاية لسفر في المثال رقم اربعة عين السين بتساوي سالب ضرب نص قوة سين بدنا نعمل رسمة منحن الاغتران بدي اخذ قيم هاي ناخذ قيمتان موجبات الواحد والاثنين ناخذ السفر السالب واحد السالب اثنين نعوض باجي بأحد احكي نص تربيع هي عبارة من ربع مضروب في سالب في يصبح عندي الجواب سالب واحد على أربعة سنتعوض مكان السين واحد نص قوة واحد هي عبارة من نص مضروب في سالب في يصبح عندي الجواب سالب سالب نص قوة سفر قولنا أي عدد مرفوع عن القوية سفر قيمتين واحدة عندي اشارة سالبة هاي سالب واحد ذات نعوض القيم السالب واحد والسالب اثنين نراه كيف post found Lum oughs أولا السالب نص أجل مكان سين أدخل سالب 1 قلنا القص السالب الدافر سن في القلب فأنا لديه نص سالب 2 2 على 1 القص السالب يصبح عنده قص موجب عندي اشارة السالب تبقى كما هي 2 على 1 هي عبارة عن 2 قوة 1 وتساوي سالب 2 هذه بالنسبة لنا الجواب سالب 2 نريد أن نعوض مكان سين سالب 2 فأجي بحكي سالب نص قوة سالب 2 السالب كما هو الكسر بقلبه 2 على 1 صار عند القص من سالب بخليه موجب 2 على 1 2 تربيع هي عبارة عن 4 عندي سالب برا هيصار عندي الجواب سالب 4 فبطلع لنا الجواب سالب 4 لرسمة منحنا هذا الاختران ننعوض القيم اللي طلعت معنا في الجدول على المستوى البياني هي بالنسبة لنا الواحد هي 2 3 4 سالب 1 سالب 2 سالب 3 وسالب 4 هون سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 اول نقطة بالنسبة لي 2 سالب 1 على 4 هاي الاثنين وهي السالب 1 على 4 بعدين الواحد وسالب نص هاي بالنسبة إنا الواحد وهي السالب نص السفر سالب واحد السفر سينات سالب واحد على الصادات سالب 1 سالب 2 هي بالنسبة لنا السالب 1 وهي على الصادات السالب 2 سالب 2 وسالب 4 هي سالب 2 على الصينات سالب 4 على الصادات وبوصل بين هاي النقاط اللي أنا عملتها بالنسبة لنا بدنا نشوف هل الإقتران متزايد أم متناقص باجي بحكي أصبعي على منحنا الإقتران من شمال لليمين أنا كنت طالع طلوعي في هاي الحالة فبهاي الحالة بيكون عندي الإقتران متزايد بالنسبة لنا نظل علينا أن نعرف شغلتين كثير مهمات المجال والمدى لهذا الإقتران المجال قلنا أنا بقدر أعود مكان سين أي قيمة فالإقتران الأسي دائما مجالي هو عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية اللي بنرمزلها بالرمز بالنسبة لنا المدى قلنا المدى الإقتران إذا كانت رسمتي تحت محور السينات بيكون عندي المدى من سالب ما لنهاية إلى الصفر وهذا الحكي بإمكاني أقدر أوجد المدى من غير ما ألجأ للرسمة باجي بحكي عندي الإقتران الأسي مضروب بعدد سالب فأنا بالنسبة إلي المدى من سالب ما لنهاية إلى صفر كان عندنا في المثال اللي فوق الأس مضروب عندنا الإقتران بإشارة موجبة أو لا توجد إشارة فبكون بالنسبة إنا الرسمة فوق محور السينات كان المدى من صفر لما لا نهاية نأتي على آخر مثال للرسم قاف السين تساوي 2 قوة سالب سين قلنا بأخذ قيمتين موجبات الصفر قيمتين سالبات نأتي نعوض 2 قوة هاي عندي السالب زي ما هي مكان سين بدأ عوض 2 هاي 2 قلنا الأس السالب بأقلبه الاثنين مقلوبها نص بصير عندي الأس السالب صار موجب قوة 2 نص قوة 2 هو عبارة عن 1 على 4 هسنا نعوض الواحد 2 قوة عندي سالب مكان سين ضعوض 1 2 قوة سالب 1 بنقلب الاثنين بتصير عندي نص صار عندي الأس موجب 1 نص قوة 1 هي عبارة عن نص 2 قوة 0 قلنا أي عدد مرفوع للقوة 0 دائما قيمته 1 هسنا نعوض السالب 1 صارت عندي 2 قوة هاي سالب مكان سين ضعوض سالب 1 هاي كمان سالب 1 صار عندي سالبين متتاليات بمثلولي جمع فبصير عندي 2 قوة 1 وتساوي 2 هاي هون صار عندي السالب 1 ناتج تعويضه 2 بدعوض مكان سين سالب 2 صارت عنا 2 قوة سالب من السؤال مكان سين ضعوض سالب 2 قلنا سالبين متتاليات موجب فبصير عندي 2 تربيع وقيمتها 4 نحن نعوض القيم اللي طلعت معنا في الجدول على المستوى البياني نشوف كيف قيمة الاثنين هي عبارة عن 1 على 4 قيمة الواحد نص منعرف انه النص اكبر من 1 على 4 بالنسبة انه 0 و 1 هاي سفر سينات 1 صادات سالب 1 و 2 وسالب 2 و 4 منوصل بين هاي النقاط اللي طلعت معنا فو طلعت عندنا رسمة منحنة الاقتران قاف السين بتساوي 2 قوة سالب سين نسأل حالنا الاسئلة اللي اخذناها بالسابق اول اشي هل ترى الاقتران متزايد ام متناقص زي ما حكينا من الشمال لليمين انا نازل نزول مع منحنة الاقتران فبيكون بالنسبة للاقتران متناقص نعرف المجال والمدى المجال زي ما حكينا اي قيمة لسين بقدر اعوضها فبالنسبة لي المجال الاقتران الاسي دائما عبارة عن ها مجموعة الاعداد الحقيقية بيظل علينا نعرف المدى بالنسبة لي الرسمة فوق محمر السينات او الاقتران مضروب في عدد موجب فالمدى دائما من سفر لموجب